اشتركوا في القناة اجمل الترحيب معبرا بالاصال عن نفسي ونيابة عن ضباط ومقاتلين فرقة المشات الخامس عشر عظيم الاعتزاج والتقدير ستجدون فرقة المشات الخامس عشر خير عون لكم ان شاء الله سوف نكون عند حسن من قيادتنا الآن أوامر اهم الموالح الطبيعية من المقاطع هو سلسلة جبال عندنا من تهت الشمال صفحي هنا أبدا جاكل ارفعني المدفع الآن تماشر القطاعات العسكرية بتدمير العدو الآن سوف يتم تجير العبو الناسل وكذلك إرسال تقرير موقف بإتمام إعارة التنوين تم تحرير دواء المشات الحادي والسرعون ووحداته لمدة شهرين من تاريخ مصطع السرع عالتين وثلاثة عشرين ولغاية أربع ما عالتس عالتين وثلاثة عشرين حيث تدربت فلال هذه الفدرة على التدريب العسكري الأساسي والأسلحة والتدريب الافتصاص والمهارات الإضافية والتدريب الإجمالي والتدريب الليلي حضرنا هذا اليوم إلى قاطع نينوى لغرض تنفيذ تمرين لواء مشات بالهجوم المدبر الذي نفذ من قبل لواء المشات الواحد وسبعين أحد تشكيلات الفرق 15 قادة عملية غرب نينوى حقيقة هذا التمرين هذا اليوم هو يعتبر مسك الختام لتدريبات هذا اللواء البطل اللي خضع لتدريبات لمختلف الأسلحة والمعدات والتجهيزات وتم إسنادة من مختلف القوات لغرض تنفيذ هذا التدريب هذا التمرين اللي نفذ اليوم هو عبارة عن حصيلة لجهود التدريب خلال هذه الفترة الماضية واشتركت بيه كافة الصنوف من المدفعية والدبابات والهندسة والصنوف الإدارية الأخرى وأيضا بإسناد القوات جوي طران جيش الغاية من عندها رفع الاستعداد القتالي لقطعات الجيش العراقي الباسل وأشرفت على إدارة التدريب بكل المديريات وكل الأخوان الحضور اللي شرفونا بالحضور هذا اليوم إلى قاطع اللواء هذه التمارين ستستمر وتتواصل وتخضع كل الألواء إن شاء الله بالجيش العراقي الباسل تخضع للتدريبات لأجل رفع القدرة القتالية وتنمية قدرة القطاعات على تنفيذ مختلف الواجبات بمختلف القواطع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر